بلى خجل منك الناس مش ناسي موضوع الأرنب ولسه بتحكي فيه وبطعنوا بأخلاقك يا أخي هالناس ما فيششش شغلة ولا عملة للأرنب يا أخي كان جاهل تابه غلط يا أخي حمار أنا بهيم ممنح خلاص نسوناك قصة الأرنب 24 24 ساعة في اليوم بتحقوا أبو الأرنب أبو الأرنب يازني ما نفع ليكوا وين أنا يا جماعة بالنسبة لي أنا آآ فيها قصة الأرنب بقعدش هاي قاعدة مشبوها صارت ووالدني أنا أرنبك وقعت لها لطشق أجيبك في سحاب يا زلمي هذا قصة الأرنب انت راح بالك لابعيد انت يا مصر تتخيل شغلات هذا الأرنب وانا عمري 18 سنة رحت على مصر حبيت ركاصة يا سيدي والله يا دوب شوفت روبيح ساعة جوزنا حرفي شمط أرنب اللي هو مليوني يعني بيطلع مليون جنيه يعني يا دوب 2000 ليرا بسيطة 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 اللي عن عرضها هالكصة اللي مش رادي تخلص اسمعي يا ربيح أنا مش تاك أنا مليون دينار على الكرشات وفيشة وفصاصيس وضا تا تا تحيط وأبصر شو عشان ما أطلعش بالانتخابات أنا بدي أطلع خاوة في القائمة وأول واحد فهمي ربيح بعدين تعالوا فكرة كيف اسمك ربيح هذا ربيح وانت عزت وهذا طليه انتو عربوا لا تراك أنا اسمي ربيح بس بقنود ربيح يعني ربيح يعني جهاد بتصير جهيد وفتح فتتيح وطلعت طلع عيد عارف يا زلمة أنا عندي حل أنا بقول الرشح عم صالح للانتخابات واذا نجحت بتظلها قاعدة في الدار وانت بتحيل محلها خسيت يا أبو عينين زي المغاير أنا ودي مرتي على المجلس أنت تقعد مع الإسلام ولا بكرة تحط صورها بالشوارع يصيروا لأولاد يطلعوا عليها وجهها مألوف لا يا عمي برضاش ععوضه بالله يا عمي منحط بدل الصورة أي شيء مثلا علامة استفهم علامة تعجم وردة يا أخي وردة بزبط بس أنا بقول لا يا عمي وردة بزبطش نحط وردة ونتحط تحتها زوجة أبو صالح اسمع بنحط صورتها وردة ومنحط تحت من طرف أبو صالح ممتاز ممتاز كثير إذا هيك ممتاز يا سيدي منت غدا متوكل على الله لا ضلك متوكل على العطول لأنه فيش غدا اتفضلوا يلا كلكم الله يسأل عليكم يلا بدروح اتحممه واشطف من الكرشيات وانت تسهل يا أخو شو؟ تسهل صالح بتحطوا من طرف أبو صالحة ومن شواربي إذا بنجع يا زلمي عميتني مش قادر أفتح يعني مضوك يا عزة يا أختي يعني مضوك خلصينا يعني مضوك وضوها يا زلمي اللي ساعة مفحج خلصونا من أنصور ثلاث ساعات مفحج فتكنا وحنا مفحجي أبو صليح يعني إنت من جدك من كل عكلك نجنيت بدك تنزلني على المجلس طبعا أبحارفش حكي كلمتين على بعض هو أنت راح تحكي يا بنت الحلال إحنا بس بدنا ننزل صورتك مش راح تحكي عزة يا حبي شو ما عليك باحت كل هالعمر والعشر اللي بيني وبينك بدك تصورني و تصير تبتزني طلع الخالصة كالبدة بتزها تفضل أنجلينا جولي طب ما هي منخارها أطوال من شجرة الزتون يا بنت رع أنتو اسمها عزة أنتو الجوز هيبيل و بتفهم مع بعض فهمها نشف ريكي يا أختي أبو صالح بكترش ينزل على الانتخابات عارفة ليش عشان قصة الأرنب والرقاصة رقاصة؟ حكي لها و روحنا عالكباريه و ضار في الزمالك و طلع الرقاصة عمرها 75 سنة و أبو أنا فلامت حكي لها كمل وينو أركوينو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر